من الأردن أيضاً أثارت بطاقة تم توزيعها على طلاب المدارس الجدل والغضب والاستهجان أيضاً لا غرابة فالبطاقة تدعو الطلبة في حال واجهتهم مشكلة ما من خوف أو قلق أو معاناة تدعوهم للاتصال برقم مجاني على أساس أن هذا الرقم هو خط مساعدة لتمكينهم وحل مشكلاتهم وماذا؟ بمنتهى السرية هذا الإعلان أدخل الخوف والريبة في قلوب الأهالي الذين أبدوا انزعاجهم مما اعتبروه تحريضاً للطلاب على أهاليهم وتهديداً للأسرة الأردنية بشكل عام فكيف يجري ذلك دون الرجوع إلى أولياء الأمور؟ كيف تفاعل الأردنيون مع هذا الموضوع؟ أميمة الأخرس قالت في فيسبوك بدأت الوزارة بتطبيق مجاء في قانون الطفل وفق آليات ممنهجة تخدم الأجندات الأممية ولا تراعي ثقافة أو ثقافة ودين المجتمع وقيمه وأخلاقه لابد من وقف جادة لإيقافها هكذا قالت أميمة أبو فهد المشاكب قال يا بشر إحنا في مرحلة خطرة جداً لا يصح السكوت عنها هدم المجتمع والأسرة الأردنية هدف يسعى إليه هؤلاء بشعارات وعبارات رنانة وعاطفية وتجذب النساء والأطفال بالخصوص ليكملوا مخططهم الشيطاني وتعزيزاً لذلك قبل أيام تم تعديل مادة بقانون الأحوال الشخصية تتيح للمدعي العام الشرعي الأمر بأخذ الطفل من والديه ووضعه بدار رعاية تحت الظروف التي يراها مناسبة انشراح صندوق تقول أيضاً في فيسبوك انتبهوا على أبنائكم هذه البطاقة بدأ توزيعها في بعض مدارسنا أرقام سرية تتيح لطفلك التواصل والشكوى لجهات غير معروف من يمولها ومن يشرف عليها الدكتور إبراهيم العجلوني أيضاً يقول خط سري مجاني ليتصل طفلك بشخص لا يعرفه من جهة من جهة لا تعرف من يمولها وما هي أهدافه ليتحدث إليه بمشاكله وخصوصيات أسرته دون علمك أو علمك يا أبو هذا الطفل وليتلقى منه توجيهات من خلف ظهرك هل هذا فعلاً يحمي الطفل وأسرته أم انتهاك لولاية الوالدين على أطفالهما ولخصوصية الأسرة تساؤل مشروع من الدكتور إبراهيم العجلوني غريب فعلاً ما يحدث في البلد قانون الطفل وتعديل قانون الأحوال الشخصية واليوم هذا الرقم الساخن ممن يريدون أن يحموا أطفال الأردنيين من أبائهم وأمهاتهم أم من مجتمعهم المحافظ يتساءل الأردنيين